كرة اليد في مصر لازم ناخد بالنا مهم جدا 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 في المرحلة الجاية لازم ناخد بالنا من ايه تحضر افريقي لكرة اليد البطولة الافريقية اللي جاية هتعمل البطولة الافريقية لابطال الدوري هتعمل بتعمل من 16 ل 25 اكتوبر تمام طيب كويس 16 25 اكتوبر دي بطولة افريقية لابطال الدوري دي اللي بشارك فيها ان شاء الله المفروض يكون نادي الاهلي اعتقد ونادي الزمالك بحكم اللي احنا الدوري بإذن الله أو الموسم القادم كان الزمالك عفوا أن الزمالك كسب الدوري وفي نفس الوقت البرات الندر أهلي في السوبر اللي هيكسب هيتأهل لها خلينا نشوف المتأهلين هناك ونتكلم على مصر بصفة عام البطولة دي جاية في الأسبوع الدولي يعني إيه جاية في الأسبوع الدولي؟ جاية في الأسبوع الدولي اللي فيه منتخب مصر بيلعب بيلعب من كم؟ من 20 ل 27 بطولة داخل مصر طيب البطولة دي الأفريقية بتقام خارج مصر والبطولة الدولية بتقام داخل مصر الاتحاد المصري بعد جواب رسمي للاتحاد الأفريقي وقال فيه يا جماعة إحنا عندنا أسبوع دولي ما ينفعش تكون البطولة الأفريقية الأندية في نفس الأسبوع لأن كده الأندية المصرية ممكن ما تشاركش فيه بطولة أفريقيا بالتبعية الأندية التونسية بعثت الاتحاد التونسي بعثت للاتحاد الأفريقي وقال يا جماعة خلي بالكو برضو احنا مش هنقدر نشارك بالأندية التونسية عشان عندنا الاستعداد للبطولة الأفريقية على أرض تونس في شهر يناير القادم ودي بطولة أفريقيا مؤهلة الفين للأولمبيات في بكين ان شاء الله بإذن الله تكي عفوا في 2020 طيب ايه الحل؟ اتحاد الفريق لغاية وقتنا هذا لسه مردش معنى كلامي ان الفرق المصرية مش هتقدر تلعب بطولة أفريقيا اللي جاي مش هتقدر تلعب إلا إذا الاتحاد الفريق حرك البطولة أسبوع أو أسبوعين بعد الأسبوع الدولي الأسبوع الدولي دي كل منتخبات العالم بتاخدوا الأسبوع ده عشان تبتدي تمرن فرقها وتمرن منتخبتها مع الفرق وتلعب مباراة مهمة في الأسبوع الدولي عشان بيكون فيه في شهر يناير بطولة أفريقيا وبطولة كمان أوروبا وبطولة أمريكا اللاتينية كلهم بيقاموا في شهر يناير في وقت واحد فالأسبوع الدولي ده لو ما تحركش بقوله النهار ده هو في شهر خمس لو ما تحركش المكان بطولة أفريقية تحركت شوية إما قبل أو بعد الأسبوع الدولي الأندياة المصرية مش هتشارك في بطولة أفريقية وده كده هتحرم الأندياة المصرية كلام واضح جدا هتحرم الأندياة المصرية من لقاء السوبر شهر خمسة اللي جاي ليه؟ لأن آخر بطولة أفريقية النجم السحلي كسبها النجم السحلي كسب بطولة أفريقية والبطولة أفريقية أبطال الدوري اللي بيكون النادي اللي بيكسب بيتقابلوا شهر خمسة اللي جاي بكده بقول تاني اتحاد المصري بعت الجواب اتحاد التونسي بعت الجواب نتمنى من اتحاد الافريقي تحريك البطولة شوية لان تحريك البطولة دي هيكون حاجة مهمة جدا افادة ليه من لوجة نظري اللي انا شايفها بقول ان اتحاد الافريقي مش هيحرك البطولة دي وهيخليها في نفس الوقت ليه عشان يحط فرقة من دول افريقيا يلعب لأول مرة في تاريخ السوبر الافريقي لكرة اليد يلعبوا مع بعض او يلعب سوبر في فريق من دول صمراء مع فريق من تونس لانه هتكون حدث مهم جدا بالنسبة لاتحاد الافريقي لكرة اليد نتمنى تدخل الكابتر المتحة البلتاجي نايب الاول رئيس الاتحاد الافريقي في هذا الموضوع بيمس الاندية المصرية لان الاندية المصرية بتدفع كتير في احتراف اللاعبين مش عشان تلعب الدوري وتلعب الكاس عشان تلعب البطولات الافريقية اللي بتكتب في تاريخ الاندية المصرية خلينا